من صفات النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى توحيد الله وعبادته وقام الليل وتورمت قدمه وكان لسانه لا يفتر عن ذكر الله وكان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء من خشية الله وكان يوقظ أهله لقيام الليل وإذا مرض يرقي نفسه بكلام الله وكان متواضع الرؤوف الرحيمة ويعلم الصغير والكبير ويعود المريض ويراسل ملوك الأرض ربط على بطنه الحجر من الجوع وأوذي في الله أشد الإيذاء فصبر فاللهم صل على محمد كل ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون